أعرب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل عن خالص تعازيه إلى حكومة وشعب البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وأكد برنامج الموئل في رسالة بعث بها إلى البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى البرنامج أنه سيظل يستذكر باعتزاز التعاون مع حكومة مملكة البحرين والذي ارتكز على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله والتي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير السياسة الوطنية للإسكان وتنفيذ العديد من مبادرات التنمية الحضرية مع مملكة البحرين أمير الرسخ القيم السامية وصمد أمام كل عاصفة وساهم في نصرة قضايانا وجعل من مسيرته الحافلة مثالا يحتذا به دوليا إنه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله الذي أولى اهتماما كبيرا بمكانة الأمم المتحدة كمنظومة عالمية هدفها حفظ السلام والأمن والاستقرار العالمي وتقديرا لإسهاماته الفاعلة لهذه المنظمة العريقة ودوره المخلص وتفانيه في خدمة وطنه وأبناء شعبه والعالم نكست الأمم المتحدة أعلامها في مقارها بنيويورك حزنا وحدادا على رحيل قامة مهمة تمثلت في فقيد الوطن وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله قد خصص في عام 2007 جائزة تمنح كل عامين دعما لمثل ومبادئ التنمية المستدامة وتقديرا للجهود المتميزة التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات في تنفيذ أهدافها وقدمت منظمة الأمم المتحدة خالصة عازيها إلى حكومة وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله مستذكرة باعتزاز توجيهات فقيد الوطن التي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من مبادرات التنمية الحضرية ودعم الثقافة والتراث الإنساني ونشاطات اليونسكو وتحسين مستوى حياة الفرد وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والإسكان ووضع السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعلى امتداد سنوات عملي كرئيس للوزراء كان لدي اهتماما خاص بالعمل على رفع مستويات المعيشة لكل المواطنين وحتى لا يترك أحدا ضحية للفغر والعوز لقد كان هذا الهدف عندي مشروعا متواصلا فقد آمنت منذ البداية أنه لا يمكن لاقتصاد ضعيف أن يخلق مجتمعا قادرا على مساعدة الضعفاء والمحتاجين فيه فقيد الوطن هو أول رئيس وزراء عربي يكرمه الاتحاد الدولي للاتصالات في الأمم المتحدة عام 2016 بجائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة ونال فقيد الوطن بعد عام واحد فقط من هذه الجائزة على ميدالية اليونسكو للسلام والتي تحمل كلمة السلام بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة وخلد العالم رسالة فقيد الوطن في احتفال الأمم المتحدة في إبريل عام 2020 باليوم العالمي للضمير للمرة الأولى استجابة لمبادرة سموه الكريمة وأثرها في نشر التسامح والسلام والتعايش بين الثقافات والأديان ولا يبقى من الكلام إلا أن نقدم تعازين الحرة للوطن على فقدان هذا الرجل العظيم الذي أنار الطريق بلغة السلام والتسامح وعزز قيم الإنسانية ومبادئها ودعم كل ما فيه خير للبشرية وعلى رأسها التنمية المستدامة